وبعيداً عن مصر وتحديداً مع الشأن العراقية حيث قال مسؤول أمريكي أن وزارة الدفاع تنوي إرسال نحو 300 جندي إضافي إلى العراق بناء على طلب من وزارة الخارجية وسوف تساعد تلك القوات في حماية المقار الدبلوماسية الأمريكية لترفع عدد الجنود والمستشارين العسكريين الأمريكيين الموجودين في العراق إلى 1150 وصل وزير العدل الأمريكي إيريك هولدر إلى فيركسون بولاية ميزوري في محاولة لتهديئة سكان البلدة التي تشهد منذ أكثر من عشرة أيام احتجاجات على خلفية مقتل شاب أسود برصاص شرطي أبيض في حادث أخرج إلى العلن التوترات العرقية في المجتمع الأمريكي وحاول هولدر وهو بدوره أمريكي من أصل إفريقية حاول تضميد جراح هذه البلدة وذلك بتكليف من الرئيس الأمريكي باراك أوباما